السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع لدي الفقراء مع كتابي اللي غي كمبراند ونستأنف مع بوسيني كما نلاحظ لكن دل مرة ما عجل مع لعبة إذن عندنا بوسيني غاكون سابقه منات إذن بوسيني يحكي نزهته إذن هنا سيحكي لنا بوسيني عن نزهته التي قام بها نأخذ أولا بعض الكلمات التي عندنا هنا أول كلمة كما نلاحظ عندنا لابوامناد النزه إذن نقول مثلا الفزيدو كما نقول أنه كان يفعل لطيفا المقصود بأنه كان الجو لطيفا طبعا كما تنشوفوا أن الغافر مصرف لامباغفي مصرف لامباغفي فعل فعالة أو جعلة أو عاملة إلى غير ذلك إذن هذا الفعال مصرف لامباغفي إذن نتكلم على الماضي هنا إذا كان الجو لاطيفا نصح التابير وكانت عندي الرغبة طبعا الـــــــي ممكن أنه يعني الحسد أو يعني الرغبة كما عندنا هنا وكانت عندي الرغبة طبعا كما قلنا سابقا لو قلنا كما عندنا هنا يعني أنا عندي الرغبة الآن أنا كانت عند الرغبة بأن أذهب لأقوم بنزهة سول أو كما عندنا هنا طبعا سول في المذكر سول في المؤنت نضيف أه في المؤنت أنا عند الرغبة لأن أقوم بنزهة وحيدة لوحدي ثم عندنا كلمة طاكة طبعا كلمة طاكة ممكن أن تأتي في عدة معاني طبعا الحساب سياق العبارة ممكن أن تعني مثلا لعوب ضحوك وحتى أن تعني واقح أو ممكن أن تعني مزعج الإنسان الذي يلعب معك مثلا ممكن أنه يكون مزعج في بعض اللحظات ممكن أنه يكون واقحا في بعض اللحظات كما تلاحظوا بأن هذه الكلمة لا معاني متقاربة نقول مثلا جسو ديزولي إلي تخطاك إلي تخطاك إنه جده لعوب ممكن نتكلم مثلا عن حيوان إلي تخطاك إنه جدو لعوب إلوزا في مال هل هو أدك هل هو قام بإيذائك إلوزا في مال إذا جسو ديزولي إلي تخطاك إلوزا في مال إلوزا في مال هل هو فعل لك أدى هل أساء إليك نقول مثلا تساي تساي إلسان تخطاك نرى بخم بمال تساي أنت تعرف إلسان تخطاك كما نقول أنهم جدو لعوبين هم جدو لعوبين نرى بخم بمال لا تأخذ هذا على محمل الجد هم فقط يمزحون هم فقط يضحكون هم فقط يلعبون تساي أنت تعرف إلسان تخطاك إلسان هم جدو لعوبين هم جدو ضحوكين نرى بخم بمال لا تأخذهم على محمل الجد فتساي الظن بهم طبعا ممكن نتكلم عن تكاكا كإسم أو كأدجكتف طبعا كإسم أو كنعت إلسان أحيانا نجد الفعل نقول مثلا إلسان إسمحوا لي بأن أزعجكم أو أن أضايقكم بتحليل جدو حديث بعد مرة نتكلم على هذا الفعل أيضا فنقول مثلا جايندو كيمطاكين عند سين نون عند واحد سنق كيمطاكين كما لو نقول التي تزعجني كما لو أنها تلاعبني إن ستعتبر هذا اللاعب أو هذا المزاح إن ستعتبر يكون فيه أحيانا إزعاجون للشخص جايندو أن عندي سين نون كيمطاكين كما لو نقول بأنها تمازحوني أو أنها تزعجوني بمعنى آخر إذا نتكلم عن اسم ممكن نتكلم عن أدجكتف فنقول أنتاكا أغلق少命وجود في المؤنتي نقول إنتاكين إذا نتكلم عن اسم هناك نقول مثلا معه 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 بحسه الفوكاهي بحسه الفوكاهي تتكلم على شخص عنده حس فوكاهي قال صحيحا طبعا انه قال كلاما صحيحا ما هو ذا الكلام الذي قاله مغي بحسه اللطيف بحسه اللعوب بحسه مثل الفوكاهي اذا ماذا قال قال المنزل يتكلم عن منزل ما يقول عنه بانه يسير بشكل سيء اذا المنزل يسير بشكل سيء لاميزون تغني مال اذا قال بشكل فوكاهي قال بان هذا المنزل يسير بشكل سيء هو كلام صحيح ثم عندنا الفوضعة طبعا هنا لدينا لفوضعة طبعا هنا لدينا لفوضعة مصرف اذا نقول الفضغة كما نقول أنه سيتوجب إذا أردنا أن نذهب إلى النهاية إذا أردنا أن نذهب إلى النهاية الفضغة تغاني سيتوجب تغاني أن نربح الجميع إذا أردنا أن نصل إلى النهاية مثلا أو إذا أردنا أن نسير إلى آخر الطريق فعلينا أن نربح الجميع الفضغة تغاني نقول مثلا Dans tous les cas, في كل الحالات Il faudrait indiquer les sources des données Il faudrait indiquer les sources des données طبعا في الأول عندنا Il faudra هذا le futur simple Dehier le ver falloir في الحالة الثانية عندنا Il faudrait هذا le conditional present Dehier le ver falloir شو الفرق بينهم طبعا le futur simple كما تعرفوا تعبر عن الفعل بأنه سيحدث في المستقبل أما في الحالة الثانية عندنا Il faudrait هذا Le conditional present وكما ذكرنا بأن Le conditional present أنه تعبر عن الشك إذن Il faudrait كما نقول قد يتوجب أو ربما يتوجب يتوجب ماذا؟ إذن في كل الحالات Dans tous les cas Il faudrait إذن في كل الحالات ربما يتوجب أو قد يتوجب ماذا؟ En dike الإشارة إلى Les sources de doni ربما علينا أن نشير إلى مصادر المعطيات ربما علينا هنا ألا نذكر فقط المعلومات التي عندنا هنا بل علينا أن نشير إلى مصادرها من أين أتينا بها حتى تكون هذه المعلومات ذات ثقة إذن إذن في كل حالات إذن نتكلم عن إِن لون كباس نتكلم عن دايل طاويل منخفض إِن لون كباس إذن نتكلم عن دايل طاويل منخفض طبعا كلمة ك كما تلاحظ هنا كلمة مؤنة لذلك نقول هنا إِن لونج ولا نقول مثلا إِن لونج إذن نقول إِن لونج ك إذن نتكلم عن دايل دايل طاويل كما نقول هنا دايلة طاويلة باس كما نقول منخفض طبعا في المذكر نقول با في المذكر نقول با إذن في المؤنة نقول باس إذن هذا الديل الطاويل منخفض دون أنه يعطي يعطي لمن أشا يعطي للقط إِن غُصُم بلانس يعطيه تشابها يعطيه تشابه سيبليمونتار زائد إضافي كما نعرف أن القط أنه يشبه النمر وعندما يخفض دايله إلى الأسفل إذن فهو يعطي هذا الديل تشابها إضافيا زائد أنه زائد نصحة إضافي أفكانتية طبعا مقارنة بالنمر طبعا كلمة لكم ممكن أن تكون لها معاني أخرى مجازية نقول مثلا لشخص مثلا سيبو ذون فليوسي فات لك إذا أردت منه أيضا افعل الصف إذن لك ممكن أنه يعني الصف إذن لك ممكن أنه يعني ديل كما ذكرنا قبل قليل وممكن أنه يعني الصف أنك تأتي في آخر أشخاص ثم يأتي شخص آخر وراءك كأنه في الديل شخص يقول لشخص آخر سيبو ذات لها من دو السلطة ويريد أن يدخل أولا بدنا أقول مثلا سيبو ذات لك أنا لا أريد من الناس أن يشتاكوا دو وزعبي دو پوواغ من شاطة سلطتكم فات لك من فضلك يفعل الصف حتى لا يشتاكي أنا لا أريد من الناس أن يشتاكوا من شاطة سلطتكم إذن قوموا بالصف يفعلوا الصف مثلكم مثل باقي الناس أنا لا أريد من الناس أنا لا أريد كمان نقول بأن الناس سوبلان طبرا هنا لدينا لفر سوبلان دو في الاشتاك دو وزعبي دو پوواغ من شاطة سلطتكم فات لك سلو بلي فات لك من فضلكم قوموا بالصف مثلا نقول لشخصين مثلا يأتي متأخرا نقول لهم برون النميرو أي فلاك كم تولو موند خد رقم خد رقم من الآلة أي فلاك كم تولو موند ثم قوم بالصف مثل باقي الناس كم تولو موند مثل الجميع ثم عندنا كلمة جو لاي دي سيني أنا رسمتوا جو لاي دي سيني طبعا هنا عندنا في الأصل جي جي دي سيني ثم نقول شيء الذي رسمته إذن الذي نعوضه هنا هذا الشيء طبعا الذي رسمته هو هاد الاباستخوف جو لاي دي سيني أنا رسمتوا جو لاي جو لاي دي سيني أنا رسمتوا طبعا غدتكون عندنا أمعاء دو ويال طبعا كي سرون كونتر إذن عدنا صوتيان التقايا إذن نحذف الأول تم نضع أبوستخوف حتى تأتي العبارة سهلة في الكلام نقول جولي دي سيني أنا رسمتها سالوفاب دي سيني هذا في الرسمة نقول مثلا إكسبلوغي بوطر كورت كرياتيف إكسبلوغي بوطر كورت كرياتيف دي سيني إكرير باندغ استكشفوا بوطر كورت كرياتيف كما نقول جانبكم الإبداعي إذن اكتشفوا موهبتكم الإبداعية دي سيني ارسمو إكخير كما نقول الرسم إكخير كتابة باندغ ثم صباغة كما نقول للأشخاص ارسمو وكتوبو ثم قموا بصباغة إكسبلوغي بوطر كورت كرياتيف دي سيني إكخير باندغ مثلا نقول تلادي سينة تسال أنت رسمتها لوحدك أو أنت رسمتها لوحدك تلادي سينة تسال أنت رسمتها واحدا لوحدك نقول مثلا تلادي سينة تسال أو أنت ستارين تلادي سينة تسال طبعا هنا لنريد 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 مصرف الفتر سيمبل تلادي سينة تسال تلادي سينة تسال الشخص الذي رسم هذه الصورة إذا نتكلم على الروفاف دي سينة طبعا ثم عندنا المانجي دولارب هي كانت تأكل من العشب المانجي دولارب هي كانت تأكل من العشب إذا عندنا كلمة لارب العشب المانجي هي كانت تأكل دولارب طبعا كلمة ارب ممكن أن تستعمل في سياقات أخرى نقول مثلا كوبا لغب سو لبي أنك تقطع العشب أسفل قدمي شخصي مثلا إذا نتكلم على المعنى المجازي كما نقول عامي إذا أنك تقطع العشب تحت قدمي شخصي مثلا أو في المعنى المجازي أو في المعنى العامي المقصود ب Him Im Suplanter المقصود به المعنى المؤكبة دولارب سو Faster connects المقصود به رملاسي أو تتعاوض أو أنتك على الحب كالشخصي لتتكون هذا الإخaire يصير الى هذه الاشياء. عندنا كلمة Lechant. كما عندنا هنا. Lechant. إذا نتكلم على الحقل. نقول مثلا. Lechant de bleh. حقل الحبوب او حقل القمح. نقول مثلا. Chant de bleh vert. Lechant de bleh. نتكلم على Lechant de bleh. إذا نتكلم عن حقل القمح. وبيه Lechant de bleh. إذا نتكلم عن حقل القمح الأخضر. Lechant de maize. أيضا نتكلم عن حقل الضورة بعدما نتكلم على منزه الخامن الضورة تعديل اذا نتكلم عن حقل الضورة بعدما نتكلم على لشان الإلكRS أض magra كظر و المعرفة إذا كلاحظ ons Ș���то استخدام owners for cities PLE مصطلح يستعمل الإشارة إلى مجموع معارف مجال معين إذن هذه مجموعة المعارف التي تهم هذا المجال إذن نسميه لشان دو كناسانس نقول مثلا لشان بروفشيوني إذن طبعا هناك عدة استعمالات لهذه الكلمة كلمة لشان طبعا كلمة لشان تأتي للتعبير عن مجموعة معاني طبعا حسب استعمالية في سياق الجملة نقول مثلا لشان بروفشيوني كم نقول الحق المهاني الحقل المهاني إذن نتكلم عن حق التطبيق ضريبة على القيمة المضافة إذن نتكلم عن حق التطبيق الضريبة على القيمة المضافة نتكلم عن كل عمليات التي ستخضع لهذه الضريبة إذن نسميه لشان دابليكاسون دولاتي فيا ممكن نتكلم عن لشان لكسيكال إذن نتكلم عن مجموعة الكلمات التي تتكون في واحد الجملة والتي تتكون كلها تتمح ورحول واحد الموضوع معين لشان لكسيكال نتكلم عن كل كلمات بما فيها الأفعال والأسماء ثم النعوت لتتكون عند علاقة بواحد الموضوع معين لتتكون عند علاقة بواحد المعنى معين لشان لكسيكال إذن نتكلم عن كلمة لشان طبعا تأتي في عدة معاني كما قلنا حسب السياق الجملة الذي ستأتي فيه هذه الكلمة ثم عندنا نصوم زالي نصوم زالي نحن ذهبنا نصوم زالي نحن ذهبنا طبعا كما تشوفون عندنا الفيب عليه في زام المركب بحلو باسي كمفوزي طبعا غيرتصرف معه لأننا نحن الذين ذهبنا ولم نذهب شيئا آخر ثم عندنا لمسيو السيد لمسيو السيد نقول مثلا إنه السيد الذي أصلح الشاحنة إذن لمسيو نقول مثلا هل أنتم تعرفون السيد الذي يسكن هنا؟ إذن نتكلم عن لمسيو ثم عندنا لصيرك ثم عندنا كلمة لصيرك إذن نتكلم عن الصيرك إذن نتكلم عن الصيرك لقد أخذتو لنا نحن جميعا إذن نتكلم عن الصيرك لصيرك سامدي لصيرك الذي سيكون يوم السبت إذن نتكلم عن الصيرك أخذتو لنا نتكلم عن الصيرك أخذتو لنا نتكلم عن الصيرك إذن نتكلم عن الصيرك أخذتو لنا 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 نتكلم عن الصيرك هذا المهرج أريد أن يعلمني لكن أنت توجد علي أن أضطي السيارة وسأتأخذเทي أخذتو لك ثم عندنا كلمة جونخلي طبعا كلمة جونخلي هذا الفعل يعني لانسي أم لغ أنك ترمي في الهواء ترمي في الفضاء أنك ترمي كورات مترين في الهواء رتحبي ثم أنك تأخذها ثم لانسيه ثم تعود فترسلها كما نقول بمهارة الان بعد الان الواحدة تلو الأخرى الان بعد الان الواحدة تلو الأخرى و سميطانيما او في نفس الوقت او 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 عدة أشياء مثلا كما ذكرنا كورات إذن ممكن أنك ترمي في الهواء ثم تقبط ثم تعود فترمي هذه الأشياء بشكل مضبوط بشكل في مهارة الواحدة تلو الأخرى أو في نفس الوقت أنك تقوم برمي هذه الأشياء مجموعة من الأشياء كما يفعل البهلواني أنه يرمي مجموعة من الأشياء مثلا كورات في الفضاء ثم يأخذ بشكل متتابع ثم يقوم برميها في نفس الوقت إذن يتكلم عن جونغلي طبعا هذا الفعل أنك تتعامل مع هذه الكورات مثلا بشكل آني في نفس الوقت دون أدنى خطأ وبمهارة كبيرة ومنه نستنتج المعنى التالي أنك تتصفح شيئا أنك تتصفح شيئا أنك تتصفح شيئا طبعا كما ترى أن الفعل في كلمة ما في كلمة يد لما اليد أنك تفعل شيئا باليد أنك تتعامل مع شيئا باليد بمهارة كبيرة كما نقول بساعة كبيرة بدون أن يظهر عليك التعب أنك تمارس هذا الفعل الصعب وكأنك لا تقوم بشيء مثلا يعني أنك تتعامل مع الأرقام براحة وبدون أن يبدو عليك مجهودا ما كما لو أنك لا تقوم بمجهود كما لو نقول أنك تتعامل أيضا مع القانون عندك مهارة في التعامل مع القانون طبعا لكي يقوم شخص آخر بنفس الفعل طبعا سيبدو المجهودا كبيرا ويظهر عليه التعب إذن أنت تتقوم بذل الفعل بشكل في راحة بشكل مريح ثم عندنا كلمة ضغول طبعا كلمة ضغول كما لو نقول مضحك أو كمانا نقول شيء ما غريب نتكلم عن شيء يبدو غريبا أنه يبدو مضحك نقول مثلا هل أنا قلت شيء غريبا هل أنا قلت شيء غريبا أو هل أنا قلت شيء مضحكا أو نقول مثلا هذه النقطة كمانا نقول إذن هذه النقطة ربما أنها كانت مضحكة أكثر إليا ديزون منذ عشر سنوات وهذا بالفعل يحدث بعض النوكات أنها كانت مضحكة لكن الآن لم تعود كذلك إذن نكتف بذل القدر بالفقر القادم إن شاء الله نستأنف مع بقية نص إلى ذلك الحين حياكم الله وعلى لقاء قادم بإذن الله